مثلا بناتك اللقاء يتابعوني اليوم ان شاء الله سيكون حديثنا عن الاناتومي طبعا الفينجر انه مو فقط يعني مو فقط البوستيرير والانتيرير سيكون لدي ايضا النايل افارتس ولكن النايل افارتس سيكون بمحاضرة منفصلة اليوم سيكون حديثنا كل الفينجر وما عدد النايل افارتس طبعا محاضرة هذه المحاضرة رح تكون على جزئين الجزء الاول الي هو الانتيرير اسبكت من الفينجر والجزء الثاني رح يكون الانتيرير اسبكت من الفينجر الانتيرير اسبكت رح نتحدث عن الانتيرير اسبكت ما رح ترتبط بالفينجر وما رح تثبت على الفينجر بهذا المحاضر هذا بالجزء الاول الجزء الثاني رح يكون حديثنا عن الانتيرير اسبكت اللي هو عندي الاكستنسر ديجي تورم وبعض المصص رح ترتبط بشيء اسمه اكستنسر اكسبنشن اكستنسر هود الي كثير من التسميات رح نشوفها ورح نعرف يعني تفاصيل اكثر عنا ان شاء الله خلال المحاضر ثالث الانتيرير اسبكت اللي رح نتعرف عليه بالانتيرير اسبكت اللي رح نتعرف عليه ببساطة رح يكون عن الاكستنسر تندن ابرتس اكستنسر تندن ابرتس او الاكستنسر اكسبنشن ببساطة ايضا البستيرير اسبكت واخيرا رح يكون عندي النايل افارتس اللي رح نتحدث عليه ب هذا اللي موجود بالاصفر رح نتحدث عليه بهذه اللكتر واللي رح يكون خارج هذا الاصفر رح يكون ان شاء الله بالمحاضرة القادمة الآن نتحدث عن الانتيرير اسبكت للفينجر احنا لازم نخلب تصورنا ان الانتيرير اسبكت للفينجر رح يرتبط بها عدد من التندنس والتندنس ذني جايات من ثري موسلز اللي موجودة بالميديال فور فينجر ذني الميديال فور فينجر فرح يكون عندي الفلكسر ديجتور بسبرفيشالس موسل والفلكسر ديجتور ببروفندس ذني التندنس ديذني الموسلز رح يرتبطا بهذه الاماكن مثل ما قاعد اللاهظ وهذا المعلومة موبلة الجديدة لكن لازم يعني ننتبه على هاي النقطة لانه رح يكون حديثنا ببساطة عليها اما اندي مثل ما قاعد اللاهظ اهنا هذا الثانف رح يكون عنده اضالة خاصة به هي اللي رح ترتبط بي واللي رح تكون عندي اللونج فلكسر تندن واللي رح يكون ب تندنس شيف او رح يكون ب سنوفير شيف خاص به ورح يكون هذا التركيب الموجود يعني الانتيرير اسبكت للفينجر رح نتحدث عن هذه المسل وكيف رح ترتبط بالثمب وايضا هذه المسلز اللي هي اللي هي أيضا رح نتحدث انه كيف رح ترتبط بالفينجر والتركيب اللي تساعد بثباتها وايضا تساعد باداء وظيفتها هذا ببساطة اللي رح نتحدث بهذه المخاضرة الآن اول نقطة مهم انه نستذكرها عمليا احنا نعرفها موجود جديدة علينا خذناها بالمحاضرة السابقة اللي هي الكربل تانل وايضا يعني مخضيها بمحاضرات سابقة نتحدثنا على الفور ارم ايضا اخذنا هذه المعلومة هذه المعلومة ببساطة انه ذني التندنس كلهم رح يمر من الكربل تانل بـ 2 بيرسة 2 بيرسة احنا نعرف بيرسة معناته انه سينوفيال شيث معناته انه عبارة عن سينوفيال هو يعني سيرس منبرين اللي هو عبارة عن منبرين يقوم بتسائل بحيث انه يمنع الاحتكاك وظيفته انه يمنع الاحتكاك وهذا الشيء احنا ماخديه مسبقا يعني بالمحاضرات الاناتومي فاللي متابع من البداية بالقناة هذا الشيء سيكون عنده واضح الان عندي اني هاي الالنر بيرسة او سوري الالنر بيرسة بيرسة جمع بيرسة مفردة الالنر بيرسة رح تحمل لي الالنر بيرسة رح تحمل لي كل التندنس ما للفلكس ريجيتورون بروفندس والفلكس ريجيتورون سوبرفشيالز اللي رح توصل لي الفور ميديال فينجرز اما بما يخص او الميديال فور فينجرز اما بما يخص التندنس رح يوصل لي الثنف فرح يغطى ببرسة او رح يغلف عمليا ببرسة اللي هي الراديال برسة وبالنهاية رح يوصل لي الفينجر هاي ببساطة المعلومة هذين ستركترز رح يمرن من الكربال تنل ويصلن الى الفينجرز بالنسبة لي التندنس وفلكس ريجيتورون بروفندس والسوبرفشيالز فرح يمرن ايضا بالسنترال كمبارتمنت مرن بالسنترال كمبارتمنت ومن ثم رح يوصلن الى الديجيتال سينوفيال شيث السينوفيال شيث لنا نفس نذني الزرق هو نسميه سينوفيال شيث رح يوصلن ايضا من قول ديجيتال يعني موجودات بالديجيت موجودات بالفينجر اما بما يخص التندن فرح يتخذ طريق خاص به حتى يوصل الى الثمب الان هذا مثل ما قاعد اللاحظ هذا هو ببساطة الديجيتال سينوفيال شيث الديجيتال سينوفيال شيث الديجيتال سينوفيال شيث هو نفس البرسة لو نلاحظ انه ممتدة باللتل فينجر ممتدة يعني هي نفس الشيء نفس التركيب يعني ما فرغ كثيرا هو نفسه ولكن الموقع مات لما اقول الديجيتال سينوفيال شيث يعني موجود بالديجيت هذا فقط اما بما يخص انه كيف مترابطات مع بعض فراح يكون عندي بالسلايدات القادمة رح نتحدث ايضا كيف مترابطات مع بعض مثل ما قاعد اللاحظ هذا عبارة عن فينجر هذا طبعا الميتا كاربل وهذا عندي البروكسيمال فلانجس الديجيتال فلانجس الان هذا الحيكل طبعا هذا الجوينت هذا عبارة عن المتا كاربل فلانجيال جوينت هذا البروكسيمال انتر فلانجيال جوينت هذا الهيكل هذا الهيكل احنا لازم نتصور انه هو هذا الهيكل هذا الهيكل لما ما ايكون اكو شي مرتبط به لما مايكون مرتبط به الامر رح نربط الرحيكون اكو رح يكبر اولا ثانيا انه احنا انا اللي اريده يعني اننا نتصور هذا هو الهيكل و BH سوف نرتب عليه الستراتشيرز اللي راح نتعرف عليه اليوم سواء كان بالانتيرير اسبكت ولا بالبستيرير اسبكت هذه ايضا صورة هذه الصورة مو الفينجر واحدة لاحظ انه هنا مثلا هذا التندن هذا التندن اللي يوصل للدستل فلانكس فهو عبارة عن تندن أوفليكسر جيتورم بروفاندس واللي يوصل للميدل فلانكس فهو ببساطة التندن أوفليكسر جيتورم سوبرفيشيالس الان المعلومة الجديدة الوحيدة بهذا السلايد هو فكرة التندنس كايزم التندنس كايزم ببساطة انه التندن أوفليكسر جيتورم سوبرفيشيالس راح ينقسم سبلتس راح ينشق او ينقسم الى جزئين بحيث انه راح يسمح او راح ينقسم نترك في مسألة جزئين راح ينقسم او راح ينشق بحيث يسمح للتندن أوفليكسر هذا طبعا الاخضر هو عبارة عن تندن أوفليكسر جيتورم حتى يسمح لبي انه يوصل للدستل فلانكس احنا نعرف انه بروفندس معناته ديب بروفندس يطيني معنى ديب بالنهاية يطيني معنى ديب اما السوبرفيشيالس فيكون سوبرفيشال فالفليكسر جيتورم سوبرفيشيالس تندن أو العضلة كلها راح تكون سوبرفيشال فطالما سوبرفيشال وترتبط بالميدل فلانكس فلازم اكو طريق يمر من خلال التندن أوفليكسر جيتورم حتى يوصل للدستل فلانكس هذا الطريق راح نسمي التندنس كايزم فمصطلح التندنس كايزم هو ببساطة سبلتس ستعمل سبلتس حتى تسمح بمرور الفليكسر جيتورم بروفندس تندن طبعا الفلكسر جيتورم بروفندس راح ترتبط بالدستل فلانكس أما الفلاكسسجتورم سوف ترتبط بالميدل فالنكس الباس أوف ميدل فالنكس والباس أوف ديستل فالنكس هذه المعلومة اللي هي مولة جيدة الآن شيء تركيب أيضا هو بالانتيري أسباكت رح يكون اسمه الفايبرس تندن شيث السينوفيال شيث لازم يكون موضوع بفايبرس تندن شيث حتى يثبته الآن كدسكريبشن للفايبرس تندن الفايبرس ديجيال شيث أو ديجيال فايبرس شيث نفس الشي تقريبا are strong ligamentis ligamentis جاي من ligament strong ligamentis tunnels tunnels يعني احنا تعرفنا الكربال tunnel عرفنا شو المعنى التنل انه عبارة عن نفق رح يمر بالسينوفيال شيث أو الديجيال سينوفيال شيث هذا الديجيال سينوفيال شيث اللي هو بساطة هذا اللون البنفسجي ثم قاعد نلاحظ هذا اللون البنفسجي رح يمر بالتنل الثاني أو بشيث ثاني رح نسميه فايبرس ديجيال شيث الفرق ما بينات هند هو فايبرس وسينوفيال سينوفيال رح يكون هذا البنفسجي فايبرس رح يكون هذا الأبيض طبعا هذا الأبيض هو يغلف الفنجر تقريبا بالكامل أو يغلف التندن ويغلف أيضا الفلكسر سينوفيال شيث أو الديجيال سينوفيال شيث رح يغلفه بالكامل ولكن هذه الأماكن هي عبارة عن تثخنات رح نفهم هذا الشي بعد شوية فهذا السترون اللي قابلته سينوفيال رح يحدوي على الفلكسر تندن أو الفلكسر تندن هذا الأخضر وهذا اللون البنك أو البيربل البنك هذا سوري يعني الألفان أنا مقاوبيه فعمليا هذا الأخضر وهذا اللون الثاني اللي هو البنك رح يرتبطا مع بعض أوكي مثل ما قاعد اللاحظ ذني ثنينات يعني ما يرتبطا مع بعض وانما ثنينات رح يغلفا بالسينوفيال شيث والسينوفيال شيث كله وهذا التركيب كله رح يغلف بالديجيال سينوفيال الديجيال فايبرس شيث أو الفايبرس ديجيال شيث مثل ما قاعد اللاحظ هذه صورة للفينجر فقط مع طبعا الميتا كاربل اللاحظ أنه هذا السينوفيال أنا لازم ركز على هاي النقطة السينوفيال شيث السينوفيال شيث أو الديجيال سينوفيال شيث ما رح يبلش من الحد مباشرة مثل ما قاعد اللاحظ لا رح يبلش قبل الحد يعني بالشفت مثل ما قاعد اللاحظ بالشفت تقريبا بالمدل أما عندي الديجيال فايبرس شيث فرح يبلش من الحد هنا هاي النقطة اللي رح يبلش من هاو طبعا اثنين نقطة رح يستمرن إلى مثل ما قاعد اللاحظ إلى الديستل فلانكس إلى البيس ورح ينتهي اللي هنا بحيث أنه التندن رح يكمل وهنا رح يتوقف اللي هنا مثل ما قاعد اللاحظ بعد هذا أيضا نقطة أخرى يعني أيضا تفسر للأمور مثل ما قاعد اللاحظ هنا هذا الهنان ينتهي و مثل ما قاعد اللاحظ هذا هو السينوفيال هذا يعني الأمور لازم تكون بهذه الطريقة الترتيب أفكار لازم يكون بهذه الطريقة هو هذا ببساطة اللي يكون هو خلوا نقول اللي هو يعني أكثر شي خارجي أكثر شي خارجي اللي رح يكون بتماس مع والفاشا وإلى آخر اللي رح يكون بتماس مع ذني فهو بعدها اللي رح يكون ديب إليه أو رح يكون إلي الداخل من عنده اللي هو السينوفيال شيث وأخيرا طبعا عندي رح يكون ستركتر الثالث اللي هو الموست ديب ون يعني اللي رح يكون أعمق واحد اللي هنا التندنس الفلكسورجيتوروم بروفندس تندن طبعا هذا الشي ينطبق على الثامب ولكن الثامب احنا عدنا بتندن واحد فقط يعني مو بهذه الطريقة بتندن واحد ماكو سبلتس ماكو تندنس كعزم مجرد أنه بتندن واحد بهذا المعنى الآن هذه الصورة قاعدة تمثل عندي ذني التثخنات لازم أني أفهم شنو هنا بالضبط وبنصل بقد النقطة الأهم بهذا الزلايد نازم أفهم الفنكشن مع هذا الفيبرس ديجيتال شيث هذه الشيث اللي هي الفيبرس ديجيتال شيث شيث تمنع التندن من تتحرك من الوضبط ببساطة البو سترنج البو سترنج يعني معناته انه شايفين هذا الوتر من يكون على جانبين من يكون يعني على بكان مثل الوتر ما للغيتار بهذا المعنى يعني هو الوتر ما للغيتار بحيث يعني يكون يعني يطلع هذا الصوت حتى يطلع هذا الصوت لازم يكون أكفر لازم يكون يصار واحدة فهذا الفيبرس ديجيتال شيث اللي يسوي انه يثبت يثبت التندن على الفينجر يثبت التندن على الفينجر ما يخلي أبدا يتحرك فالفايبرس ديجيتال شيث كومباين كومباين يعني رح يلتحم ببساطة رح يلتحم with the bones to form to form osteo fibros tunnels osteo fibros هنا هاي كلمة osteo fibros يعني بمعناته البونز رح ترتبط مع ال ديجيتال فايبرس شيث واللي رح يخليه كأنه واحد هاي هاي الطريقة وهذا التركيب رح يثبت التندن على البونز وما رح يعني نلاحظ احنا ولا مرة حركنا اصابيعنا ولاحظنا انه اكو شيء بالانتيري الاسبكت يعني للفينجر انه طلع يعني نزاح عن مكان لا هاي ثابتات واحنا نحرك اصابيعنا واصابيعنا تحمل جسمنا كله وهذا الشيء ما لاحظة من لاحظ انه خرج من مكان هنا فهذا الاستيو فايبرس تنز ثرو ويت تندن باز تخيج دي جيد سيوصل لالديجيت سيوصل لآخر نقطة بالديجيت اللي هي عبارة عن الدستل فيلنكس الآن اكو تثخنات اللي هي الانيولر والكروسي فورم بارت الانيولر والكروسي كروسي كروسي فورم بارت هذا الانيولر مثل ما قاعد اللاحظ وهذا الكروسي فورم طبعا هذا انيولر وين كروسي فورم وين انيولر تو كروسي فورم تو وإلى آخر احنا ما مطالبين انه يعني نحفظ ترقيمات لكن لازم نفهم انه ترقيم بهذه الطريقة الآن هذه شنو بالضبط هذه عبارة عن يعني زيادة بالثيكنس الآن هذا المفروض هنا طبعا لازم ايضا نفهم انه هذه الصورة رسم اللي هذه الصورة كونت اكو رسام هو انا تمست وابنفس الوقت رسام اسمه نتر قام برسم هذه الصور فمن رسمها هنا المفروض ايضا اكو فايبرس يعني هنا بهذه النقطة المفروض اكو فايبرس او ديجيطال فايبرس شيث اكو موجود ولكن هو حتى يشبه الموضوع وحتى يوصل لنا الفكرة اكثر ما رسم او مو ما رسم بالمعنى الحرف ولكن صور لنا وكأنه هو شفاف بهذا المعنى حتى نفهم انه هذه الاماكن اللي هي الكروسيفورم والانيولر هي عبارة عن اماكن تثخنات زيادة بالثيكنس للدجيط حتى يثبت الان هذا رح يرتبط بهذا اللي هو اللي رح ترتبط رح نتعرف عليه ان شاء الله بالمستقبل لما ندرس الجوينز وذن رح يربطن هذا رح يربطن ال كل هاي التراكيب رح يربطنها بال ببساطة هذا اللي المفروض نفهمه وهذه الطريقة وهذا الفنكشن ببساطة لل الآن هذه الصورة ايضا توضح لي انه اللي قلت مثل ما قاعد اللاحظ انه هذا يعني ال فايبرس ديجيال شيث ما كو سنوفيال مثل ما قاعد اللاحق انه مستمر ما عندي فراغات مثل ما قاعد اللاحظ هنا كل مستمر بحيث انه يغطي بالكامل ولكن هذه الاماكن هذا مثلا وهذا الانيولر ببساطة مجرد زيادة بالثيكنس بهذا المعنى هذا اللي لازم نفهمه وننتقل الى الآن التندن وكل هذه التي تعرفنا عليها سواء كان التندن ولا السينوفيال شيث ولا الفايبرس الديجيال سينوفيال شيث ولا الفايبرس ديجيال شيث كل هن عبارة عن السيلز والسيلز تحتاج الى يعني نوتريشن تحتاج الى نوترينتز والنيوترينتز تجينا عن طريق البلد فللازم يكون الهن بلد سبلاي هذا الشيء بديه بالنسبة الان البلد سبلاي رح يكون عن طريق رح يمر مثل ما قاعد اللاحظ يمر بالسينوفيال شيث الان رح يدخل بالسينوفيال شيث داخل يعني و رح يعني رح يستمر الى النهاية يعني الى نهاية الفينجر وبعدها يعني هاية التراكيب رح نتعرف عليها ان شاء الله بمحاضرة خاصة الارتريز الارتريز والفينز يعني الان هاي النقطة هنا هذا الفرع هذا الفرع الصغير هذا الصغير رح نسمي فينكيولا فينكيولا هو ببساطة هذا الفين الصغير اللي رح يوز رح يتوز للتندن وايضا بكل الاماكن رح يتوز و رح يغذي التندن و رح يغذي يعني كل ولكن هنا مثل ما قد لاحظ داخل للتندن وايضا هنا مثلا داخل للفايبرس شيث و داخل للسطوفيال شيث و رح يغذي كل اللي يحتاج الى غذاء رح يغذي ذكر اسمه فينكيولا ببساطة الان الثمب الثمب نفس المفاهيم اللي عرفناهن عن يعني الميديال فور فينجرز نفسهن ينطبقا على الثمب ما عدا انه ما عنده تندنس كايزم فقط هذا تندنس كايزم ما موجود عنده رح يرتبط ما قاعد اللاحظ انه هو عبارة عن تندن واحد عنده فايبرس ديجيتال شيث وعنده فايبرس سينوفيال شيث ويوسط بالنهاية الى البيس النقطة الوحيدة اللي نحتاج انه نتعرف عليها ونفهمها انه هذا التندن رح يمر رح يمر بين zusammen الساستامائد بون율 مثل ما تعرفنا ايضا سابقا عليه هو عبارة عن بون او جزء من بون Imbedded بال tendance فراح نسمي مثل البطلة اللي هي سابونة ركبة ايضا تعتبر وعند عندنا يعني كثير من تعرف عليه ان شاء الله بالمستقبل الان عندي هي هي عبارة عن السيسميد بوم ساعر واحدة من السيسميد بوون الان السيسميد باون عندي اللاترال اللاترال سيسميد باون ببساطة انه رح يكون يعني يكون لاترال و كوميديل رح يمر هو التندن هذا رح يمر ما بيناتهن اللاترال رح يتكون من خلال انه الفلكسر بولشز بريفيس و الابدكتر راح يعني يغلف هذا البوني بحيث انه راح يكون عندي السيسميت بون اما من ناحية الميديال فببساطة راح يكون عندي الأدكتر بولشز هي اللي راح تغلف طبعا هنا ما واضحة بالضبط يعني الامور مو جدا واضحة لكن احنا لازم نتصورها بهذه الطريقة يعني هنا وهنا ورح يمر التندن من خلالها هيا المعلومة الوحيدة اللي راح يكون خلا نقول يونيك الكارترستيك الوحيدة للثم بما يخص والاخرى ايضا انه لا يحتوي على التندنس كي يزم لانه ببساطة وعبارة عن تندن واحدة هذه ايضا صورة تمثل مثل ما قاعد اللاحظ هذا هنا المفروض راح يكون عندي الساسامويد بون ورح يمر هذا التندن وكل الشيث يعني الفايبرس شيث مادة سوري السينوفيال شيث مادة ورح يمر الى الديستل فيلنكس الآن نتحدث عن البوستيرير اسبكت للفينجر بالنسبة للبوستيرير اسبكت فاحنا قدنا عدد من العضلات راح تشترك بالحفلة ما له الى البوستيري اسبكت للفينجر ولكن اهم تندن او اهم اضلة اللي هي عبارة عن الاكستنسر جيجي تورام مصل الاكستنسر جيجي تورام اللي عكي ترتبط بيها الاكستنسر جيجي تمينيمي والاكستنسر كي ايضا الانديشيز لاني كناني يعني راح يرتبطن وايضا اياها عايكوناني يعني نفس التركيب نفس الترتيب ذني عبارة عن extrinsic muscles هذا ببساطة المسلز اللي رح يوجد من أما أكو بعد يعني يشتركا بالحفلة ما لل extensor expansion اللي هو عبارة عن intrinsic muscles اللي هنا muscles أيضا رح يشتركا بالحفلة ورح يرتبطا بال extensor expansion فذني سميناها intrinsic يعني داخليات لأن original insertion داخل الهند أما ذني العضلات رح يكون origin mallatin خارج الهند والinsertion رح يكون داخل الهند فهي المفروض نفهمها أكو extrinsic muscles وأكو intrinsic muscles بالنسبة لل anterior aspect ما كان عندي extrinsic صور ما كان عندي intrinsic كان فقط extrinsic الآن هذه الفقرة هنا احنا ما تحدثنا عنها مسبقا اللي لازم نفهمه بالposterior aspect أو بالdorsum of the hand يعني عمليا بالميتا كاربس أنه عندي الدرسال sub-apaneurotic space أو قبل هذه النقطة أنه عندي هذا الapaneurosis أو الدرسال apaneurosis الدرسال apaneurosis ببساطة اللي هو يعني apaneurosis ما أعرف هنا رح يكون موجود بالdorsum of the hand هذه أول نقطة النقطة الثانية ذني التندن اللي هنا عبارة عن التندن of extensor digitorum وعندي هنا هذا ال space اللي رح يكون ما بين ما بين ذني المسلز وما بين الدرسال apaneurosis أو الدرسال apaneurosis of the hand رح نسمي هذا عبارة عن الدرسال sub-apaneurotic مثل subcutaneous معناته الجلد جاي من الجلد subcutaneous يعني تحت الجلد فهنا نفس الحالة أنه sub-apaneurotic أو dorsal sub-apaneurotic space اللي هو موجود ما بين هذا الدرسال apaneurosis of the hand وأدنى هذه المسلز أما عندي الدرسال subcutaneous space هذا جاي من الجلد يعني بوشرة تحت الجلد فأكون space ما بين الدرسال apaneurosis وما بين ال skin رح نسمي الدرسال subcutaneous space هذه المفروض يعني نفهمها أو ناخذ فكرة عنها لأنه ما خذنا فكرة عنها مسبقا وذني ذني tendence اللي هي المهم عندنا احنا ذني tendence رح يستمرن حتى ارتبطا بالposterior aspect للfinger الآن بالposterior aspect للfinger مثل ما قاد اللحظ أنا ما رح أدخل عميقة بكل التفاصيل أكو تفاصيل أخرى نتعرف عليها بعديا لما يعني بالسرجري ممكن بالكيسز تمر علينا أيضا حالة نتعرف عليها هذا رح نتخلي يعني على جنب احنا اللي يهمنا انه ناخذ فكرة عن structure ناخذ فكرة انه شون اللي موجود هنانا بالfinger اي ناخذ فكرة انه شون قاعد يشتغل الfinger الآن أيضا مهم انه اشير الى نقطة هذه ببساطة هذه الكتابات هذه الطلبات من عندي 10 أصابيع حتى تنكتب اوكي ذني ال 10 أصابيع كان المفروض يكون اكو بيهم ثلاثة كبيرة حتى اقدر يعني اكتب ذني ال أصطر بسرعة يعني بما معنات اللي اريد اصلى انه طالما طالما الهند تقوم بوظائف يعني وظائف جدا جميلة صراحة فهذه الوظائف تطلب ان يكون اكو تعقيد بالstructure لازم يكون اكو تعقيد بالstructure سواء كان بالانتيري اسبكت للفينجر ولا بالباستيري اسبكت لازم يكون اكو تعقيد يعني كمية المسلز الموجودة بالهند تعادل كمية المسلز الموجودة بالفور ارم مع انه الهند اصغر من الفور ارم ببعرف كم مرة يعني جوز مرة ونص اصغر من ادها فعمليا انه التأقيد اللي موجود بالstructure of the هند بشكل عام والstructure اللي موجود بالفينجرز فالتأقيد جاي من الفنكشن اليونيك فنكشن اللي قادة تقوم بها هذه الادات اللي هي الهند at the level of metacarbophalangeal joint هذا ببساطة هذا الجوينت بهذا اللفل رح يكون عندي شي اسمه extensor expansion او ببساطة رح يكون عندي الهود هذا الهود اللي هو movable hood هذا الموفابل هود او معنى هود شنو معناته معنى هود انه مثل بنيت الزيارة او غضاء المحرك الزيارة ببساطة انه رح يعني يكون يتمفروش يعني مثل فرشة رح ينفرش ورح يركب على هذا الجوينت ونخلي ببالنا انه هو movable يعني يتحرك يعني مو ثابت يتحرك لانه انا لازم ان انا اريد حركة من هذا التركيب كله من هذا الاكستنسر expansion ومن هذا البستيري اسبكت للفينجر ببساطة دني الموجودات تركيب الموجودات بالبستيري اسبكت للفينجر فاني اريد حركة رح ترتبط muscles عدد من المسلز رح ترتبط بهذا structure فاني اريد حركة طيب هاي اول نقطة النقطة الثانية انه كل هذا الاكستنسر طبعا بلانتز رح يندمج مع الاكستنسر expansion هذا الاكستنسر expansion لو نلاحظ هذا هو الاكستنسر expansion ويكمل عندي الاكستنسر expansion هذا ببساطة هذا هو عبارة عن الاكستنسر تندن هذا الاكستنسر تندن اللي هو الاكستنسر تندن او التندن والاكستنسر ديجتي مينيمي والاكستنسر انديشز ذاني التندنس كلهن رح يجن مثل ما قاعد اللاحظ و رح ينمزجا مع الاكستنسر expansion او مع الهود هذا الهود مالت من الموفاب الهود ويكملن طبعا جزء من هذا الشيء نعرفه سابقا اللي هو central part من عنده او central band من عنده رح ترتبط بالباس of middle phalanx يعني من البستير اسبكت مالتها واللاترال رح تكمل بحيث توصل للدستل phalanx هذا الشيء نعرفه مسبقا فلني رح يندمجا مع بعض وينسجما مع بعض بحيث يكونن عندي هذه التراكيب ايضا عندي يعني تحت تحت هاي التراكيب كلها ما بين هاي التراكيب وما بين الميتا كاربو فالانجيال جوينت لازم يكون عندي بيرسة small بيرسة نحن نعرف لانه البرسة هي وظيفتها انه تمنع الاحتكاك ورح نتعرف ايضا هذا الشيء ان شاء الله لما نتعرف على الجوينتز اكو عندي تراكيب معين رح نتعرف عليها البرسة هنعرف بالضبط شنو وظيفتها رح يكون عندي بالشولدر اكو بيرسة ورح نتعرف على هذه التفاصيل يعني ان شاء الله بالمحاضرات السابقة ونعرف انه اهمية البرسة لا ما اكو بيرسة يعني اكو احتكاك اكو احتكاك يعني اكو تآكل اكو تآكل يعني مستقبلا ممكن ينقطع التندل مثلا ببساطة هذه النقطة مهمة ايضا ببساطة انه مصمم مصمم انه لمن هذا هذا الجوينت يعمل هذا الجوينت يعمل رح يتحرك هذه رح تتحرك دستالي ولما يعمل رح تتحرك مصمم يعني هذا يتحرك هذا مو شيء ثابت مو شيء خلص يعني لازق لا انه يتحرك اكو حركة انا اريد من هاي التركيب اريد حركة وايضا لازم يعني نستذكر انه عندي هذه الانتر اوسيس موسلز انه مرتبطة ايضا بالأكستنسر اكسبنشن هذا ايضا اللومبريكال مرتبطة بالأكستنسر اكسبنشن ولازم نتذكر انه هذه لمن تتقلص العضلات هذه لمن تتقلص هذين الـ جوينت رح يعمل لهن اكستنشن وهذا رح يعمله فلكشن فهذا الأكستنسر يسمح بهذا الشي يسمح بهذا النوع من الحركة فهذا التركيب وظيفته انه يسمح لي بحركة فلكسبل اريد اوصل لفلكسبل عالية بحركة الفينجر لازم يكون عندي هكذا تركيب طبعا هذا يكمل مثل ما قاد اللحظ هذا يكمل للديستل او هاي النقاط السوداء ببساطة انه عبارة عن محور الحركة هنا هذا محور حركة هنا يعني ممكن يعمل ممكن يعمل هذا ايضا محور للحركة هذا ايضا محاور الحركة يعني او النقاط اللي رح تصير بها الحركة هنا ال المعنى هذا كل شي نحتاج ان نعرف عن الاكستنسر اكستنسر 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 الهنان انتهت عندي المحاضرة ان شاء الله بالمحاضرة القادمة رح نتحدث عن النايل ابرتس ببساطة شنو موجود بالنايل هو شنو بالضبط الاظفر شي ممثل بالضبط هذا اللي رح نتعرف عليه ان شاء الله بالمحاضرة السابقة حتى يكمل عندي عمليا الاناتومي اوف تابعوا بمحاضرة القادمة